أماكن لتنزه والاستجمام خارج مدينة أطار ترجعوا لها العوائل بأبنائها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتوفر هذه الفضاءات وأماكن للسباحة ولعب الأطفال رفقة ذويهم فيهم لعاب التركي الحمد لله قدر من الراحة والاستجمام الحمد لله وفيهم يسمى سباح زين تبارك الله وظافي يصبحوا فيه التركي الحمد لله وشكروا له نجبروا فيه راحتنا في الأيام الحامي الدرجات الحرارة المرتفعة الحمد لله وشكروا له كما تحتوي هذه الماكن على إقامات تقدم فيها الخدمات التي يطلبها الزبون في ظل توفير أجواء المتحة بما فيها هذه الفرقة المديحية التي تقوم بتقديم بعض الوصلات المديحية جاي بهذا التركي أساسا شاهدوا هاي بيسين في تيك توك وقالوا زين عندهم لالعاب وبيسين توجبتم هنا تياه اليوم أول مرة نجي هنا تياه اليوم إن شاء الله متجع زين مونك ما شاء الله واللينا في المحامل باردين ممكن ما شاء الله مريح هذا جاه يجبار به جو مريح وناس الحمد لله جيهم كل برد ويؤكد صاحب هذا المشروع أهميته بإطالة تنمية وتطلل الجانب الواحاتي في مجال تشييع السياحة الداخلية فكرت في المشاريع يوجد الناس يجوني يجبروا بلاصة باردة يجربوا بيسين ومونكا يقدوا عمو فيها تركتهم ويعمو قعا فيها رواقيج كبار وإلى الحمد وبالفعل الحمد الحلم يتحقق الحمد لله المازال منه لا فضل موليها الحمد لله كان حلمي أن يجربوا بأرض باردة وبلاصة تدفيهم وتأويهم على الشيطاق اليدي نديروا فيهم حامل وتموا نبردوهم بالماء كتاق وتاق وتاق وطاريا سواء سكان الكبير والسغير الناس كاملة تبغي السباح وفي الزمن التالي مولي الحمد لله وإلى الحمد لنكثر العمل وكثر تشغله فتحت الحمد لله مطعمهم عادي نصب لرواقيج وعدنا نقدمهم جميع الوجبات وإلى الحمد وبذلك يجسد هذا المشروع السياحي وهمية تطوير المقدرات الواحاتية وجعلها نقاط جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام في كنف باسقات النخيل الفغى بلي الشيباني قناة الموريتانية ضواحي مدينة أطهر